السلام عليكم اعزائي مشاهدين كنات نبضي المعلومات من كل ما كان وهلان بكم من جديد على كنات نبضي المعلومات على اليوتيوب. النهاردة يا شباب هل انت اتعلم ازاي نعرف ازا كان عندك فيديوهات عليها حجوق طباع ونشر ام لا من خلال الموبايل. طريقة سهلة جدا كل ما عليك ان انت تتبع الفيديو معي الاخر عشان ان احنا بالقول معلومات كتيرة جدا في الفيديو من بداية الفيديو لنهاية الفيديو عشان تستفاد ما تستفاكش اي معلومة مهمة. آآ قبل ما نخش في موضوع النهاردة يا شباب ده انا بذكرك لو انت اول مرة شوفنا النهاردة وتشوف قناتنا قناتنا بضي المعلومات انزل تحت واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد القناة اول باول. وتنسى ناشي باللايك الجميل بتاعك لان انا ده اللي بيحفزنا بيديناك دافعة قوية ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم اليوتيوب. طيب يا شباب بدون اطالة نخش في موضوع النهاردة ودرس النهاردة. آآ اول حاجة يا شباب هنخش كده على جوجل. عشان نعرف الفيديوهات بتاعتي آآ ازا كان عليها حقوق طباعة النشر ولا لا. او القناة عندي عليها حقوق طباعة النشر ولا لا. طبعا ده مهم جدا عشان طبعا اليوتيوب اليوتيوب يمي يجيك في القناة مش بيقول لك ان انا هيكفل لك القناة بتاحتك. تمام? ولا بيديك انظر ان هو بيكفل لك القناة بتاحتك. هو بيكفل لك القناة بتاحتك. في لحظات. تلاقي القناة بتاحتك قفلت. وده طبعا بيرجع للفيديوهات اللي عندك اللي عليها حقوق طباعة النشر ولا مهم جدا عشان تعرف القناة بتاحتك ماشي ازاي. طب يا شباب آآ هنيجي نعمل تسجيل دخول اليوتيوب. نكتب كده تسجيل دخول يوتيوب. بتظهر معاك في سيرش البحث نضغط عليها بالشكل ده. تمام? طبعا لو انت مسجل دخول من خلال الموبايل على القناة بتاحتك تظهر عندك بالشكل ده. هتيجي على اللي فوق ده تضغط عليها. وبعد كده تضغط على كلمة القناة. تمام? بتظهر معاك القناة بالشكل ده. هنفصل بس الفيديو قبل ما نشتغل. تمام? وقفنا فيديو الترويج بتاع القناة. طيب يا شباب بتظهر عندك القناة بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام? كل ما عليك ان انت بتيجي عندي كلمة تخصيص القناة وتضغط عليها. وتنتظر. تمام? تخصيص القناة. بتظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام كده? آآ هنا هتلاقي قائمة في 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 الجهة اليمين او اليسار. ما عارفش انا آآ انطبع الموبايل عليه وعلى يميني. تمام? آآ هنختار تالت اختيار اللي هو الايكونة دي. حتى تلاقيها بيجي باللون الاحمر اهي. تمام? اللي هي تالت واحدة. من بعد الايكونة بتاعت القناة. وفي حاجة تانية هي التالتة. تمام? بيظهر لك كل الفيديوهات اللي عندك على القناة. لحظه كده شباب وعايزك تركز في موضوع مهم جدا. تمام? عندك على القناة. بمجرد ما انت تشوف العين الخضرة دي. والدولار اللي اخضر ده. يبقى الفيديو عندك مفيهش اي مشكلة. تمام? تنزل كده خالص. تمام? تحت. هتلاقي حاجة مكتوب عدد الصفوف في كل صفحة. تمام? هتلاقيها تحت خالص. تلاتين. انا مختار تلاتين وهو ممكن يكون مختار لك تلقائي تلاتين. لو عايز نشوف فيديوهات اكتر من كده في الصفحة الوحدة يعني دي ادي صفحة دي اسمها صفحة. تمام? الصفحة دي فيها كم فيديو? فيها تلاتين فيديو. لو english تلاتين فيديو. تمام? لو انا عايز اظهر اكتر من كده في الصفحة الواحدة. لاحظوا كده ان فيه مسشأة شيئا. انا عندي عين مشكلة. شايفين كده يا شباب? ان علني 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 وفي فيديو مكتوب غير مدرج. وعليه علامة الدولار. ده في مشكلة معناها ان انا الفيديو ده مش مدرج او الناس مش بتشوفه. لكن انا حاجة اعمل عليه آآ ميزة تحقيق الربح. تمام? فده انا هراجع وهشوفه فيديو ايه بالزبط? لان انا اول مرة شوفه صراحة عندي على القناة. ما اخدتش بالي منه. فده مهم جدا عشان كده. انا بقول لك لازم تركز. وانت دخل على القناة. لازم تشوف عينك على كل الفيديوهات اللي عندك عليها علامة الخاضرة دي. تمام? العين الخاضرة دي. والدولار اللي قدام حضراتكم باللون الاخضر. لو لو جيتوا باللون الاصفر يبقى في مشكلة. تمام? وهنشوف الكلام ده تفصيلا عند الوقت. تمام? طيب انا قلت ازاي هقدر ازهر اكتر من كده صفحات. لو جيت هنا عند السهم الصغير اللي عند رقم تلاتين ده وضغط عليه كده. بيقول لك عشرة تلاتين خمسين. معناها الكلام ده معناها ان ان لو ضغط على خمسين بيزهر لي خمسين فيديو في الصفحة الواحدة. تمام كده? كده يزهر لي خمسين فيديو في الصفحة الواحدة. تمام? هو ده اقصى حد اللي هو بيعرضوله. لو انت عايز تجلب تجلب من هنا. تمام? من اليمة دي. تمام? لاحظوا كده. لو انا عايز اجلب هجلب من اليمة دي عشان هبص برضو على باقي الفيديوهات لحد ما هخلص على الفيديوهات اللي عندي هشوفها مشاكل ولا لا. طيب. دي اول حاجة. تاني حاجة لو انا عايز افعل ترباجة واشوف ان انا عندي فيديوهات عليها حجوك طباعة ونشر ولا لا. ده موضوع النهار دي شباب واللحزة الحاسمة. طيب. هنيجي هنا. انا كبرت شوية عشان بس يبقى الموضوع واضح. نيجي فوق خالص هنا. هلاجئ حاجة اسمها فلترة. وجنبها تلت شرط. تمام? هنضغط على التلت شرط دول بالشكل ده. بيفتح لي القائمة بتاعة البحث بشيلها. بتبقى عندي قائمة صغيرة بشكل ده. مكتوب فيها العنوان. المشاهدات. الوصف. تحقيق الربح. حظر محتوى الفائة عمرانية معينة. اه محتوى مخصص للاطفال. مستوى العرض. مطالبة بحقوق الطباعة ونشر. هنختار اخر اختيار من تحت اللي هو الفيديوهات اللي عليها حقوق طباعة ونشر. تمام كده? هنضغط عليه بالشكل ده. بمجرد ما احنا بنضغط عليه. لحظه كده. ان ما فيش فيديو عندي عليه حقوق طباعة ونشر. لو انت دخلت عندك والجيت فيديوهات عندك عليه حقوق طباعة ونشر. انصحك لاما توديه على المسودات عشان تحالج المشكلة دي لان ما تحزفه من عندك على القناة. لان وجوده عندك على القناة او في القائمة دي. بص مشكلة كبيرة جدا عندك على القناة. تمام? ده بيخسرك القناة كلها. فانت نصيحتي من لك ان لو في فيديو عندك عليه حقوق طباعة ونشر. نصيحتي ليك. مهم جدا انك تهزف الفيديو ده. قدرت انك انت اتوديه على المسودات ما يكونش على الناس كلها مش شايفة. وتقعد انت تحمله بعد كده اتعدله على الكمبيوتر وعلى الموبايل. وترجع وترجعه تانا على القناة وتحجج منه ارباح. بدون ما يكون عليه اه حقوق اه طباعة ونشر يبقى تمام. وانت كده كسبت الفيديو. لو انت ما قدرتش يبقى انت احزف الفيديو. اه احسن لك عشان القناة بتاحتك ما تتحزفش. لان زي ما انا زكرت لحضرتك ان مش هيدوك سابق نظار او يدوك نظار ان القناة عندك فاة مشكلة او هنحزف لك القناة والحوارات دي. تمام? هم بيحزفوا القناة على طول. تيجي تفتح الحساب مش هتلاقيه فتح معك او القناة مش هتفتح معك. فانت خلي بالك من الموضوع ده. تمام كده? طيب يا شباب. حاجة مهمة جدا برضو. هنفتح كده القناة. تمام? هعلي بس اه شوية. هنحوش الفلتر ده اللي هو مطالبة بحجوك الطبعة ماشر من علامة دي. عشان نشوف حاجة تانية. تمام? بانجرد ما انا بشيله بتظهر معي الفيديوهات مرة تانية. هنا كده بفلتر الفيديوهات اللي عندي كلها اللي على القناة. ازا كان في فيديو عليه حاجة ولا لا. باجي برضو على الطلت شورات اللي موجودين دول. دايما انا بانيجي نضغط. اهو. طلت شورات. بتظهر معي القوامة دي. تمام? باجي اشوف مسلا حاجة تانية. يعني عندك الانوان لو في مشكلة المشاهدات لو انت عايزت تشوف المشاهدات الوصف الكلام ده كله. طب انا عايز اشوف تحقيق الربح. كلمة تحقيق الربح. اشوف في فيديوهات عندي هل بتحقق ارباح ولا مش بتحقق ارباح? في فيديوهات مش بتحقق ارباح. هنيجي نضغط على تحقيق الربح. هنا بيديك قائمة تانية. هي بيقول لك هل عايز الفيديوهات اللي هي مفاعلة تحقيق الربح كلها? ولا الفيديوهات اللي هي الغير مفاعلة تحقيق الربح? ولا تحقيق الربح المحدود? طبعا هنا انت بتختار. اول اختيار ان هو بيزهر لك الفيديوهات كلها اللي عندك. طبعا هو بيفلتر لك كل القناة وكل الفيديوهات اللي موجودة عندك على القناة. مش بيفلتر لك فيديو واحد. لا. كل الفيديوهات اللي عندك على القناة بيفلترها لك. ازا كان عندك مشكلة في تحقيق الربح اضغط على مسلا غير مفعل تحقيق الربح. هنتشوف دلوقت ازا كان فيه آآ حاجة مش بتحجج ارباح على الفيديوهات بتاعته ولا لا? هنضغط على كلمة طبيق. تمام كده? لاحظوا كده انا ما فيش فيديو اي فيديو ظهر ان ان في فيديو مش بيحجج ارباح. الحمد لله ان كل الفيديوهات داخل ارباح وبتحجج ارباح. طب انا كده اتأكدت ان ما فيش اي حاجة برضو. هنحوش برضو الفلتر بتاع غير مفعل تحقيق الربح من علامة دي. بمجرد ما انت بتشيله الفيديوهات بترجع مرة تانية. تمام? طيب هنيجي نضغط مرة تانية على طلت شرط. تمام? اهو. مرة تانية. تمام? وانيجي نضغط على كلمة برضو تحقيق الربح. ونقول تحقيق الربح المحدود. بمجرد ما انت بتضغط على كلمة تحقيق الربح المحدود يعني ان انا هاتلي الفيديوهات. اللي موجودة عندها على القناة. اللي بتحقق ارباح محدودة. فيديوهات بتحقق ارباح محدودة. معناها ايه? معناها ان انا ممكن يكون عندي فيديو. يكون مطابق لحاجة معينة على اليوتيوب فاليوتيوب او صاحب القناة اللي هو مشابه للموضوع اللي انا مسلا انا بتكلم عن فيديو معين عن مسلا طبخة معينة. وفيه شخص تاني بيتكلم عن الحاجة دي. وروحت انا مسلا على جوجل حملت صورة خدت حاجة معينة حتة موسيقى حطيتها على الفيديو. فاليوتيوب ظهر عندي اكتشف عندي على الفيديو اللي انا رفحته ده. ان في مقطع مشابه لمقطع على اليوتيوب او مقطع موسيقي مشابه للمقطع ده. فصاحب القناة طبعا. راح له اللي انا واخد منه الفيديو ده او مقطع الموسيقى ده او الصورة دي. راح له انظار ان في قناة خدت حاجة منك معينة طبعا ده بيظهر وهو ريك ازاي ده بيظهر عند اي حد لو حد اخد منك اي حاجة بتظهر عندك فين وتقدر تتالب بحزف الفيديو لاما انت تتحقج ارباح من خلاله. ازاي ده اللي هنشوفه دلوقت وهنشرح حاجة مختصرة كده ولكن ان شاء الله عشان بس في موضوع الفيديو ما يطولش اكتر من كده انا هوريك حاجة سريعة جدا. تمام كده? هنيجي نعمل تطبيق كده. تمام? لاحظوا كده ان هو زهل لي فيديو معين. ولو مشيت كده شوية هلاجي تحقيق الربح زي ما احنا شايفين كده عليه علامة الدولار السفرة. طبعا انا فلترت الفيديو اللي هو بحاجة ارباح محدودة. معناها ان انا زي ما انا ذكرت لحضرتك ان انا واخد حاجة معينة او الفيديو او اليوتيوب اكتشف في حاجة معينة في الفيديو تا صغيرة. مطابقة الفيديو تاني على اليوتيوب. فصاحب القناة اكتشفها ان انت خدتها منه. فجل اليوتيوب خلاص بها له. خليه حاجة ارباح. ماشي عشان كده هو ما ظهرش على حقوق طبعه الناشرة عنده. لو لو هو قال لا انا انا بطالب حقوقه الطبعه الناشرة كان ظهر عند الفيديو ديوتي على حقوقه الطبعه الناشرة. وازغال لي فين? في علامة الدولار السفرة هو اه تحقيق ربح محدود. تحقيق اهو زي ما احنا شايفين يا شباب. اهو تحقيق الربح تحقيق الربح المحدود. معناها ان هو حاجج ارباح لكن ضقالة جدا. الربح بتحت بتروح فين? للراجل اللي انا واخد منه الحاجة الصغيرة دي. معجولة الكلام ده? اه معجولة وده اللي بيحصل يا شباب. ان لو اللي جيت علامة الدولار السفرة معناها ان تحقيق الربح المحدود طبعا هو بيزهر في في حالات اه كتيرة جدا العدرار الصفر ده. معناها ان ممكن يكون مسلا ان انت كل الاربح بتروح لصاحب القناة التانية اللي انت اوخد منها مسلا الفيديو ده او المقطع الصغير ده. فده اللي بيظهر على علامة الدولار السفرة دي. تمام كده يا شباب? فاحنا نخلي بيانا من الموضوع ده. انا ان شاء الله هدخل لحل المشكلة نخلي لكم مطر بسلق عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. ده كان موضوعنا النهار ده. اي استفسار حابب تسأل عليه ولا اي حاجة حابب تسأل عليها. انا تحت امر حضرتك وتقدر تسيب لي في الكمونت اسفل الفيديو. تعليق حضرتك وانا هرد عليك بمجرد ما انا بشوف سؤال حضرتك. وان شاء الله انتظرونا في الجديد والمميز دايما على قناتنا قناتنا بضي المعلومات على اليوتيوب. ده كان موضوعنا النهاردة وشرحنا النهاردة واللايك الجميل بتاعك. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.